وفي ظل المرحلة السياسية شديدة التعقيد والتداخلات المحلية والإقليمية والدولية زيارة ميدانية للواء الزبيدي إلى محافظة الضالع حملت رسائل سياسية وعسكرية بأن لا سلام ولا استقرار إلا بحل القضية الجنوبية التي تجاوزها المبعوث الأممي لليمن في الوقت الذي هاجمها الميليشيات الحوثية مؤكدا أن الانتقال الجنوبي لن يتخلى عن حماية أراضيه ومقدراته وأن له دورا مهما في تحقيق النصر النهائي ضد الحوثيين والإرهاب بموكب عسكري أمني مهيب مضى نائب رئيس المجلس الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء دروس الزبيدي إلى محافظة الضالع في زيارة تفقدية للإطلاع على الأوضاع في المحافظة الحدودية مع محافظات الشمال والتي تمثل بوابة الجنوب الغربية ومسقط رأس الزبيدي حيث كان في استقباله محافظة المحافظة قائد محور الضالع وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والاجتماعية زيارة الزبيدي استهلها بعقد لقاء موسع لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظة وأكد القيادات الأكاديمية وقطاعية شباب والمرأة الزبيدي ومن الضالع وجه رسائل للإقليم والعالم على أن تحقيق السلام في المنطقة مرهون بحل قضية الجنوب بما يحقق تطلعات الشعب في استعادة دولته كاملة السيادة وأن العملية السياسية الأممية لن يكتب لها النجاح ما لم تكن قضية شعب الجنوب في طليعة القضايا وفي إطارها التفاوضي الخاص المتفق عليه موجها بالاستعداد القادم أكثر من الاستعداد لمعركة التحرير وفي إطار الزيارة ترأس الزبيدي اجتماعا ضم اللجنة الأمنية وقيادتي محور الضالع القتالي وقوات الحزام الأمنية وشدد خلاله على أهمية وحدة القيادة والقرار العسكري ورفع مستوى التنسيق بين الوحدات الأمنية والعسكرية وأن تطيع الوحدة الأمنية بدورها في تأمين الطرقات ووقف أي جبايات غير قانونية إلى جانب عدم التهاون مع أي تصرفات تسئل المواطن وأكد أن النظام والقانون فوق الجميع ولابد للعدالة أن تأخذ مجرها وليكن الجميع سندا لها وغير ذلك فوضى ودمار دلالات سياسية وعسكرية تحملها زيارة الزبيدي لمحافظة الضالع عقب زيارة مماثلة سبقتها لمحافظة لحج في التأكيد على موقف المجلس الانتقالي الثابت من منطلق إلى سلام ولا استقرار في المنطقة إلا باستعادة الدولة الجنوبية وبمثابة رسالة قوية بأن الانتقال الجنوبي لن يتقل عن حماية أراضيه ومقدراته وسيظل ثابتا في وجه الميليشيات الحوثية والعناصر الإرهابية وأن له دورا مهما في تحقيق النصر النهائي ضدها هذه الزيارة وبحسب مراقبين فإن مضمونها هو رفض ما جاء من بنود في خارطة الطريق التي أعلن عنها المبغوث الأممي والتي تجاوزت مسار القضية الجنوبية والتي أيضا بادر الحوثي إلى مهاجمتها واعتبار بنودها نسجا من الخيال ليبقى الصراع سيد المشهد وتبقى الخارطة الأممية حبرا على ورق إلى أجل آخر شكرا